تصادف اليوم الاثنين المقبل الذكرى الاولى لترقية بطرييرك القدس للاتين بير باتيستا بيتسابالا الى المرتبة الكاردنالية على يد قداسة البابا فرانسيس وقد جرى ذلك في احتفال ديني حاشد اقيم في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية وجموع غفيرة من المؤمنين من شتى انحاء العالم تفاصيل اوفا حول هذه المناسبة في سياق التقرير التالي وسط جمع من الكرادلة والبطاركة والاساقفة ورجال دينا من مختلف كنائس العالم رقى قداسة البابا فرانسيس عددا من اكليروس الكنيسة الكاثوليكية الى الرتبة الكاردنالية ومن بينهم غبطة البطريار بير باتيستا بيتسابالا الذي اصبح الثاني بطريارك اورا شالمي اخذ هذا المنصب في تاريخ تأسيس البطرياركية اللاتينية في القدس من بعد البطريارك فيليب كاماسي جرت مراسم التنصيب في احتفال حاشد اقيم في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان وسطاه تافاتي الاف المؤمنين الذين لوح بعضهم باعلام بلادهم وقد شارك في الاحتفال امين عامي وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية السفير ماجد القطارنة وعدد من اعضاء مجلس النواب المسيحيين والوفد الكنيسي المرافقي للبطريارك باتسابالا من الاراضي المقدسة الاردن وفلسطين وقالت وزارة الخارجية ان دعوة الاردن الى هذا الاحتفال تأكيد على اهمية الوصاة الهاشمية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة وفي المناسبة القل أبو الاقدس عضة قال فيها ان يوم العنصرة مثل معمودية كل واحد منا هو عمل خلاق يجدده الله باستمرار وكل معمد يعيش من خلال عمل الروح القدس فأنتم أيها الكرادلة الجدد قد أتيتم من أنحاء مختلفة من العالم وكل واحد منكم عليه أن يصغي أكثر من أي شخص آخر ليساعد كل الناس ولننطلق معا متشوقين لأن نلتقي بيسوع ونسجد له ونبشر به لكي يؤمن العالم وفي ذات السياق ترأس الكاردنال باتسابالا في بازيليك مريم الكبرى الحبرية بروما القداسة الإلهية الأول من بعد تعيينه كاردنالا بحضور لفيف من الأسقفة والكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية من الأردن وفلسطين وإيطاليا وممثلين عن مؤسسات كنسية وحشد كبير من المؤمنين وشدد البطريارك باتسابالا في عظته على أن كل رسالة جديدة هي خدمة وكل لقب في الكنيسة له دوره ومسؤولياته وبالتالي فإن رفعه إلى المرتبة الكاردنالية ليست بخطوة جديدة نحو الأعلى بل للسير نحو العمق وبعد مراسم الترقية تقبل الكاردنال باتسابالا في ردهة القصر الرسول التهنئة بين الوفود الرسمية والكنسية والشعبية التي حضرت احتفالية تنصيبه